الصفقات اللي عملها يحيك كومي دي تنفس على الدوري جريده الصفقات دي تشمل جريده وتشمل كل شيء الاثناشر او العشر صفقات اللي عملهم يحيك كومي بوجود صراح جمعة باسم مرسي باسماء حمد النقاز لأول مرة من فترة بنشوف ان الاسماعيلي موجود في دايرة الصفقات وبتعاقد مع مدرب كبير زي جريده احنا من 12 سنة بالزبط مع منص صفقات زي الصفقات دي بأمانة يعني الصفقات دي الله ما صلى على نبي انا في الاول معترض انها كتير ان الكتير ده انت جايب جايب 11 واحد ال11 عايزين يلعبوا هتعملك مشكلة وبعدين اللي عندك بس انت جايب احسن مجموعة انا بس عايز وجه الشكر للراجل اللي طبعا مهنزحك لانه تهبش كتير وانه تهدم كتير عاوز اتجرل الشكر حاولوا جبؤلنا على التليفون يا جماعة عاوز اوجه له الشكر واوجه لمجلس الادارة برضو الشكر والله احمد الشيخ والراجل الوكيل بتاع جريده بشكر الاول سمعت انه كان اللي يمكن رشحه عماد متعب انا بشكره طبعا بشكر كل من ساهم وساعد خبر حلو ده كابتن ساعد حسن عبد الربو اللي رشح جريده للي اسماعيدي كابتن عماد متعب طبعا نجمه مصر ونجمه النادي الاهل وعضو الرابطة بص اسلام بص اسلام انا مليش مصلحة لا ده حلو جدا انه لما نجم من النادي الاهلي عشان الناس تبقى فاهمة العلاقة عاملة ازاي وهو عمان متعب من الناس الكبار يعني في مصر عموما في الكراف مصر بس الاول اشكر بس الناس انه اتهابشوا نديهم حقهم نديهم حقهم طبعا يعني كل اللي ساهم وكل اشترك في جيب لانه تحضر اللعبة دي والكمية الكتيرة دي دي حاج كويسة انك تتحسب لك للمنزحة كون مجلس الادارة وطبعا كل واحد جياخد حقه لما عملته حاجة كويسة الكل شكركم وفي ناس كتير تأسف لهم بأمانة يعني فياريت تستمروا على كده واتمنى انه يبقى فيه سيستم للمرتبات لانه فيهم ناس من لجوم مش هيستحمله حتى جريده جريده بيتنرفز بسرعة ممكن في اي وقت مايلاقيش فلوس مش عارفة ممكن يمشي فأتمنى انه نكون محضرين كل حاجات دي وانا حسب معلوماتي ان فيه قرد تقريبا نادي للإسماعيل هناخد قرد لسه 150 مليون احنا الحمد لله الشركة الرعاية تقريبا او المهندس المحاكمة سلف النادي او دفع انهم هيحلوا الوقف الاولاني فنلحق نحلوا الوقف الاولاني علشان نقدر نأيد اللعيبة اللي احنا جبناها فبالتالي بتشوف ان ممكن نادي الإسماعيلي يظهر بشكل مختلف اللي السنة الجاية يعني هقولك على حاجة نمر واحد هتخلي الناس مش قلقانين وانا فاكر انت لما كنا بنتكلم للتلماتش تقولك ولك ربنا يسطر لا دلوقتي عندك فرق هقولك ان شاء الله بإذن الله الإسماعيلي هيكسب لو ماكسبش مش هيخصك يعني دلوقتي تبقى مطمئن الناس كانوا يبقوا قلقانين الناس كتير مرضوا جالهم ضغطوا سكر بأمانة والله فدلوقتي الناس مطمئنين عنده فرقة كورة كويسة عنده منش يبقى كويس جال أحسن لعيبة هتخليك دلوقتي اللي يجي إسماعيلية مش هيجي طمعان زي الأول اللي هيجي عامل ميت حاطف دماغه ميت خط انه جاي لعب الإسماعيلي الإسماعيلي بتاع زمان جاي لعب الإسماعيلي أيامنا وآيام اللي بعدنا واللي بعدنا فاللي هيجي مش هيجي مستهلايا